هذا سائل يسأل عن الوضوء لسجود التلاوة وسجود التلاوة هو الذي يكون بسبب قراءة آية من آيات السجود في القرآن سواء كانت في الصلاة أو خارج الصلاة وهو مستحب هذا السجود مستحب على القول الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور ثم اختلفوا هل يشترط له ما يشترط للصلاة من وضوء واستقبال قبلة ونحو ذلك أو لا يشترط فذهب جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم إلى اشتراط الوضوء واستقبال القبلة وغير ذلك من شروط الصلاة لسجود التلاوة قياسا على سجود الصلاة فإنهم ألحقوا جميع السجدات المشروعة التي تكون خارج الصلاة بسجود الصلاة كسجود التلاوة وسجود الشكر فقالوا أن السجود في الإسلام يشرع على وجه التعبود في الصلاة ويشترط له شروط كاستقبال القبلة والوضوء وغير ذلك وأن هذه السجدات المشروعة سجود التلاوة والشكر وغير ذلك أشبه ما يكون بهذا السجود فيلحق به فألحقوه به قياسا فذهبوا إلى الاشتراط الوضوء واستقبال القبلة وغير ذلك وذهب جمع من أهل العلم على رأسهم الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنه وهذا ظاهر اختيار الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه واختاره جمع من المتأخرين والمعاصرين منهم شيخ الإسلام ابن ثيمية وجمع من تلامذته وجمع من المتأخرين والمعاصرين وقالوا أنه لا يشترط لسجود التلاوة والشكر ما يشترط للصلاة ولا يعتبروا صلاة فلا يلحقوا بسجود الصلاة وقول الجمهور من المذاهب الأربعة وغيرهم أحوط وأخذ بمبدأ الاحتياط في الفقه لكن قولهم أيضا أدلته ليست بالقوية جدا بحيث أنه نقول بالإلزام به لكن إن أخذنا بهذا القول فإنه يكون أحوط وأبرأ وإن أخذ أحد بقول ابن عمر ومن تبعه من المتأخرين والمعاصرين فلا بأس بذلك والله أعلم